توقعات الأبراج في الحب ثناء الأبراج الناجحة في العلاقات العاطفية أحيانا تلاحظ أنك لا تتوافق إطلاقا مع شخص آخر مهما حاولت في حين تنسجم أحيانا مع شخص ما من دون أي مجهود هذا الأمر ينطبق أيضا على علاقتك بالجنس الآخر عندما تقرر الارتباط وخوض علاقة عاطفية في الواقع الأفلاك تلعب دورا كبيرا في الانسجام أو إفشال العلاقة إذ أن هناك بعض الأبراج التي لا يمكن أن تتطفق مهما حاولت وبعض الأبراج الأخرى التي تنسجم بسرعة البرق ببساطة هناك بعض الخلافات المقدر لها أن تنجح اكتشف فيما يلي ما هي الأبراج التي من السهل جدا أن تتطفق وأن تكون في علاقة عاطفية ناجحة ابحث عن برجك وعن برج شريكك الدلو والجوزاء يتمتع موليد برج الدلو والجوزاء بعلاقات ذهنية قوية جدا فيجدان دائما مواضيع لمناقشتها هذان البرجان يشعران أنهما بحاجة إلى الاستقلالية لذلك فعندما تجتمع مرأة الدلو مع رجل الجوزاء أو العكس تكون العلاقة مليئة بالتفاهم والاحترام وبعيدة عن الخلافات الجدي والثور موليد برج الجدي والثور ينجذبان لبعضهم البعض بشكل لا يصدق يشعر الطرفان أنهما بحاجة إلى الأمان والاستقرار على الصعيدين المادي والعاطفي ما يجعل علاقتهما قوية وتدوم مدى الحياة الحوت والعقرب موليد برج الحوت والعقرب يعيشان في علاقة متزنة ومنسجمة وما من شيء يعرقل مسيرتهما إنهما برجان مائيان يتلازمان مدى الحياة على الرغم من أن شخصية العقرب هي من تتخذ القرارات في غالبية الأحيان إلا أن شخصية الحوت تفهم جيدا عقل العقرب هذان الطرفان هما من أكثر الأبراج عطفا فرجل العقرب يتميز بالشغف في حين أن امرأة الحوت هي عاطفية جدا أو العكس لذلك عندما يجتمعان يولدان علاقة متينة وقوية مليئة بالحب العذراء والميزان موليد برج العذراء يريدون النظام في حياتهم وعملهم في حين أن موليد برج الميزان يسعون إلى السلطة لذلك هذا الثنائي بحاجة إلى بعضهم البعض حتى يتحديان وينجحان معا إن كلاهما يتعلمان من تجارب بعضهما فتصبح علاقتهما وطيضة ومتماسكة الأسد والحمل موليد برج الأسد والحمل مليئان بالشغف ويحبان التعبير عن نفس المشاعر يقال عن هذين البرجين عندما يجتمعان يصبحان الملك والملكة يتشاركان الأهداف عينها في الحياة ما يجعل علاقتهما أكثر متانة وأكثر عمقا القوس والسرطان توارد الأفكار هي مفتاح العلاقة بين موليد برج القوس وبرج السرطان يتشاركان الأهداف والنشاطات عينها ما يجعل علاقتهما مليئة بالمفاجآت والسعدة هذه الصفاء التي يتميز بها هذا الثنائي يدفعهما إلى التحدث تماما من دون الشعور بالملل أبراج متشابهة الحمل والعقرب عنيدين جدا وكلاهما لديهم المزاج في الحب هم عاطفيون جدا وغيرين فوق الوصف الثور والسرطان إنهم يحبون العثور على العائلة وحماية أسرهم إنهم يهتمون بعمق العاطفة والاستقرار الأسري ماديا وعاطفيا الجوزاء والدلو هم كالفراشات الاجتماعية لا يتوقف أبدا عن الكلام كلاهما يحبون التظاهر بأنهم ليس لديهم عواطف الأسد والميزان لديهم الحاجة لإرضاء الناس إنهم يهتمون كثيرا بصورتهم الاجتماعية ويعشقون المظاهر والجمال العذراء والجدي كلاهما محللون بارعون جدا في التحليل والتفكير المنطقي صعب أن تخرج مشاعرهم عن السيطرة القوس والحوت هم أرواح حرة ومنفتحات للغاية كلاهما لديه الحاجة للهروب من هذا العالم الحقيقي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة